ما الذي يمكن أن تعمله؟ نحن تكلمنا عن ما الذي يريد أن تعمله ما الذي يمكن أن تعمله؟ أو فكرة يمكن أن تكون فريق عمل معه ما تحبهش تبقى معه أو صورة معينة تخرج بها لا أريد أن أعمل مع مخرجين كبار وليهم أسامي وعندهم أعمالك شيء أستاذ هاني خليفة مثلاً هناك أشخاص كثير قوي لم أشتغلت معها أيضاً أنا أشتغلت مع كاملة في السينما بس ما أشتغلتش معها في الدراما كان فيه عندنا كنا نعمل زيت وكنا نعمل سجن النساء بس أنا مشيت فنفسي أشتغل مع كاملة في الدراما كاملة دي خطيرة طبعاً طبعاً وخلي بالك الموضوع مش زي ما أنتوا فهمين أنه لما تشتغلي مع مخرجة ست أنه ده بيدايق بالعكس ده أحلى حاجة في العالم بجد؟ طبعاً طبعاً لو ست موهوبة وست شطرة وست ليدر زي كاملة لا طبعاً ده أنا أبقى في قمة ساعتي وأستاذ أنا خليفة ده راجل عظيم يعني راجل عظيم بيعمل فنة من أجر الفن بيحب الممثل ويخاف عليه فيه ناس كتير لسه ما اشتغلتش معهم زي مثلاً أحمد شاكر خضير برضو ما اشتغلتش معه ده اللي هو أتمنى طبعاً اشتغل معه لأنه بني أدم حساس جداً والكاميرا بتاعته بتتكلم أستاذ تامر محسن مثلاً كنت اشتغل معاه بدون ذكر أسماء ومشيت برضو قبل التصوير طبعاً أحب إن أنا أشتغل معاه فيه ناس كتير أو فيه أسمي كتير أو أتمنى أشتغل معاه بقى إيه الموضوعات اللي ممكن ترفضيها يعني الواحد لما كل ما بيبقى ليه مكانة أكبر كل ما بيبقى أتقل كل ما بيكون عنده الفرصة في أن يقول لو مع مخرج كبير لو مع مخرج كبير أي حاجة تشتغلي أي حاجة لو مخرج كبير وأنا أشتغل مع مخرج كبير لا مستحيل يكون هياعمل حاجة وحشة مستحيل أنا ده جارانتي مني في المخرج اللي ربنا خلقوا على الأرض عشان ينفذ العمل بالشكل المناسب